الواحد بعدين بعد يجيبوا لبنات والبنات يجيبوا لطامة يقعدين دم والله يا خنمه لهي أنا عملتشن في الدنيا ما كما تدين تدان كما تدين تدان ما واحد زمان الزوالله بيجيه بتاع اللبن بيجي وهو بعدين بتاع دكان بعدين بتاع اللبن بيجي لمرته بدق الباب بيستاذر المرأة بتجيب له البسلة العناب تبكب اللبن بيبقى ماري وده قاعد في دكانه ايجي اخر اليوم جابوا اللبن ايجي ابوك يوم جاتوا بيت صغيرة لما في البيت مسك قبله ده بتاع الدكان ده ذاته قبل البيت مشى البيت بدري لقى بتاع اللبن جنب الباب بيقبل في مرته كشف من بعيد لقى بقبله قبله وبيقى ماري قال دقة بدقة وانزدت زاد السقة الحمد لله قال وقفنا عليه بس كذي والله قال والله الذي لا الى غيره ومش شغلة بتبدأ كذي ات خلطت هاسي بعدين ما بتلدت هاسي اصلك كذي بس قاعد بعدين بتلد بتشوفها الحاصل هاسي تونس وش ما دارت تتوب اهي كويس تونس ها وانا وشنوب ارخي عيونك وقدم المهم بعد داك هي بتمشي انت برضو بيمشو بتونس وبيغادي دارت لخبت برضو بتتلخبت لك الشغلة بعد شواء بتجوت تبقى في بكا ويا ريت نحن لو ما عملنا ويا ريت لو سوينا ويا ريت امشي عديل بالدرب العديل ما تلف ولا تدور ولا تخدح نفسك والله الذي لا الى غيره وكلام نحن هاسي مزوجين نمشي نتونس في وقت كذي داتوا بتكفل انا ما عارف ديل ما بيكفلوا النازر ومواضع ذاته شنو كذي يقول ما سكواها سياسة وهذا الكبري ثم انه كان مشقوق بيت حيط وكله الفيران اها تاني عندك ياتوا موضوع وثم ان هذه الكريمات في وحدات مدة منتهية تاني فيشنو اها تاني في ياتوا موضوع وهذه الهدوم والمطقمين شراب مع الفنيلة والبنطلوم مع الطاقية تاني فيشنو بس ياتوا موضوع الناس بيتكلموا كلام ويقربوا ويطحكوا يا غمس في محلة لقشهم اشانا انا ودى النار ذا برضو الجماعة جوه في اللقشة بيرقصوا يشافون ووقفوا الرقصة والله الذي لا يلا غيره وذاتوا استغروا المخلوقات الغريبة قاعدوا جنبهم دي وذاتوا شافونا لانا جنبهم ووقفوا الشغلة وبعد شوية اتخارجوا الحمد لله اللي اتخارجوا اكلنا وقول الحمد لله يجيبوا الخنق ذاته والله الذي لا يلا غيره فلذلك الناس ترجع الى الله قال وكمال القوة الشهوانية ومنتهاها الزنا صال درجة ياخبت تلقاها عفيفة محترمة ومؤدبة او مارزة يقولوا ما لي مركزة ايجي الان فيها يونسها بعد ايام شوية شوية بعد ذاك ما عندهم مكر والشيطان بساعد ما خلا رجل بامراه الله وكان الشيطان شنو ثالثه ما وباقي لك مجلس فيه الشيطان ده بكون عامر وما يقول لك ما يغش البيت والله انا دار الزوج ده ما اشغل زول دار الزوج والله والله انا دي صحبة ساي وانحنا زمل في الجامعة او كلا والله ده غشت هاي ولفه دوران والذي رفع السماء وما قبله النصيحة بعدين بلقواه قدام لو ما ظهرت في الدنيا دي في حاجة يسمى اخر في حاجة يسمى قبر قبر بخشوه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وملخص اسباب عذاب القبر وملخص اسباب عذاب القبر المعاصي ملخص اسباب عذاب القبر المعاصي شايف الدنيا ليت شايف السواسعة كذي بيجي يوم بتخش في متر بس متر ونص وبحاجة شبر تخش براك بكفنك لا معاك قميص لا ثنيل لا بانطلون لا طرحة لا غيره تخش وجوك ملائكة بعد ذلك اي جلسة جلستها بتعرفك عن بتنفعك ولا بتضرك قال وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أحصاها أي حفظها وكتبها وضبطها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى حفظها وضبطها مكتوب كله زولة جماعة بعمل المعصية وبينسه الليلة عمل السيئة ونسه والله مطلع عليه وما بنسه قال تعالى في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله أحصاه وهنا الجماعة نسوه نسو الواحد بعد ذلك ضحك وهزلوا بمشي بنسه بنوم مرتاح ونسه والشغل مكتوبة بالقاية وما القيامة عند الله سبحانه وتعالى وختم الآية قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة للأحصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله ما بيظلم الزولة البتوبة يا جماعة وذيك الماخيرة نختم بها الزولة البتوبة ويرجع إلى الله تعالى ويعزف عما مضى ويندم ويقلع عن الزم ويوحد الله تعالى ويستقيم على دين الله فإن الله يتجاوز عنه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ونحن المكان ذا بنجي شفقة بالناس ورحمة بهم وتذكيرا لهم والحمد لله فيناس فيهم خير بيسمعوا من بعيد ومن قريب وناس الشر ظاهرين واحد تلقى بقبل بيسمع واحد تاني لا بسمع لا بخلي الجماعة يسمعهم زي ما شد محل هناك جامعة الزعيمة لا زهري بتكلم في بيت البنات طبعا أولاد من بعيد بيسمعهم في بيت قذروا ما دارت تسمع الجماعة ذا بضعي لا لو ما تشغلوا يشغل فيها ما كان سمعت بتخليه كان سمعت ما تمش عديل بتخلي تشغل والله في النهاية كراء أديت بس آيتين الزوال دا إلا تاني غلبوا اللي بيسويهم والله الله يال فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة القسورة الأسد في لغة الأحباش القسورة يعني الأسد يعني قال لك دل وقت الموعظة كأنهم حمر مستنفرة الحمر لما تشوف الأسد بتجر بزل حال المعصية إذا في فنان بتلموا فيه إذا في ذو السياسي بتلموا فيه إذا أزول دا يتكلم لهم في الكورة وده عنده ثلاثة نقاط وده خمسة وده عشرة بتلموا فيه إيجي دا يوعزهم في الدين فوالي شنو بجروا دا صنفة الحمد لله الآن قد يكون قليل وإن كان هو أكثر أهل الأرض لكن في نهاية المطاف نحن والله نرجو للناس الخير وندعوهم إلى الرجوع إلى الله تعالى فيما بينهم وبين ربهم الزلم يشبراء في بيته يحاسم نفسه يندم ويتوب إلى الله تعالى لعل الله يقبله ويحافظ على الصلاة ويكفر من الدعاء واللجوء الفرار إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يتجاوز عنه أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر